بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول درس اليوم نتحدث فيه لتوضيح الفرق بين مصطلحات ثلاث تتكرر كثيرا في هذا المقرر وتحدث بعض اللبس والخلط أحيانا هذه المصطلحات هي مصطلح architecture computer architecture أو معمارية ومصطلح computer organization أو تنظيم ومصطلح computer design أو تصميم نوضح الفرق باستخدام جدول فيه تعريف المصطلح definition أمثلة للمصطلح examples ثم نختم بمثال جامع ترد فيه المصطلحات الثلاث لنعزز فهم الفرق بينها نبدأ بالمصطلح الأول computer architecture معمارية الحاسب فنعرفه ونقول أنه هو كيفية إنشاء وما هو سلوك الوحدات الوظيفية داخل الحاسب مثال لذلك تقنيات العنونة المستخدمة في الحاسب addressing techniques وما هي مجموعات التعليمات التي يستطيع الحاسب أن يتعامل معها instruction set بالنسبة للمصطلح الثاني computer organization تنظيم الحاسبات فتعريفه هو the connection of the hardware components كيف يتم وصل العناصر المادية داخل الحاسب كمثال لذلك نورد تقنية الذاكرة وكيفية توليد إشارات التحكم control signals داخل الحاسب أما المصطلح الثالث computer design تصميم الحاسب فهو يتعلق بتطوير ماديات الحاسب لذلك تعريفه هو the development of the hardware وكمثال لذلك نقول كيف نطور ماديات المعالج processor بحيث نزيد من سرعة المعالج وكيف نطور ماديات الذاكرة الميموري بحيث نزيد من سعتها الآن أرجو الانتباه لهذا المثال الجامع المثال يقول having a multiply instruction in a computer is an architecture issue وجود تعليمة لإجراء عملية الضرب في حاسب ما هي شيء يخص معمارية الحاسب أما كيف ننفذ هذه التعليمة إن وجدت فهو موضوع يخص تنظيم الحاسبات how to implement the instruction is an organization issue وإذا وجدت التعليمة وحدد كيف يتم تنفيذها في حاسب ما فبأي سرعة نتحصل على نتيجة عملية الضرب هذا موضوع يخص التصميم how fast to process the multiplication is a design issue أرجو أن يكون الفرق قد وضح بين هذه المصطلحات الثلاث وإلى الدرس القادم أرجو أن تكون الفرق قد أكبر ترجمة نانسي قنقر